وموضوع السحب الآن الوزارة الآن قاعدة تواجه قضايا تعويض يعني مثلاً في القضية اللي عندي احنا رفعين دعوة بالتعويض بمليون على سبيل التعويض المؤقت لأن فترة ثمان سنوات بلا هوية يعني شيء مطبيعي وضرر بالغ جداً فالمحكمة ووزارة الداخلية رح تدفع من المال العام تعويضات لهؤلاء الناس تعويضات طائلة تقدر بالملايين بسبب قراراتها الخاطئة وإحنا متى ما التزمنا بالقانون وصارت أحكام ترد القرارات الخاطئة ساعتها يتحمل المسؤولية الوزير المختص فبالتالي ما سوف يصدر على الوزارة من تعويضات ورح تدفعها من المال العام هذه مسؤولة عنها الوزير ويجب أن يحاسب على هذه المسألة على قراراتها الخاطئة التي عرضت خزينة الدولة لاستنزاف أرضها إذن حتى تكون الأمور واضحة من يرفع الآن شئار سحب الجنسيات ومحاربة هذا الأمر وتحريكه في اتجاهات تصب في صارح الموطن هذا مجرد تكسب اتخابي نقول له صباح الخير بأي بأي ترجمة نانسي قنقر